سلام عليكم كيف عاملين كانت منا تكونوا باخر وعلى خير غادي نقدم لكم الحلقة الاخيرة مسلسل مختفي وغادي نقول لكم المكان دي المعدي فين كاين وفين مخبي وشكو اللي مخبيه وشكو اللي كي يدي له المعلومات وشكو اللي كي يقول لي هاشنوطرة وعاشنوطرة كي يدي له الخبار الصغيرة والكبيرة وهد الشخص متواجد بين زينب وبين غيطة يعني كاين بين العائلة وهو اللي متافق أمعه معدي مو اصدقائي دي جاقت لكم بأن مهدي راح ماتش مهدي راح حي وفعلا ديكل جوتة ماشي ديال مهدي ديكل جوتة أصدقائي ديال واحد الشخص هو ماشي معروف يعني احنا كان عارفوه واحد الشخص كان كي يعرفوه مهدي كان بيناتهم مشي حسابات وباش مهدي يتهنى منه حي تلاحقاش كي بقي برزط فيه باشي قاد الخطة دياله كيف ما هو باغي مشي جده وقتله وحطه في طونوبيل يعني هيدك الشخص في الفورمة دياله كتشبه الفورمة دياله مهدي لحقاش زين بهي فاش شافتو كي كي سحاب لها بأن مهدي وخاء أنا لوجهه تشواه وهدي ولكن فاش شافت زوب لذا بدأت كاتبكي أكدات لها الأمر قاد صافي هاد راح مهدي وخصوصا فاش لقاو ديكش اللي كي تتعلق بمهدي السوارات الخاتم حاجة وحدة اللي ما لقاوش هي لا كارت يعني تميكن الصديقائي كل شي مشي غالط حط مشكي لحتى البوليس حتى هم مشوا غالطين وما داروش الخدمة ديالهم كيف خاص هاد دار مراد البوليسي دار واحد الغلط كبير بزاس ما كانش خاصو يديرو هاد شي كامل باش يخلي زين بدخول الحبس مراد البوليسي أصدقائي فعلا باقي حقد على زين بدك الشي اللي طرش حال هادي أعوام هادي وباقي حقد عليها وباقي كيشوف بأنها مدني بافهد شي كامل اللي دارت وهو اللي قال مع راسو هاد يقدر تدير كل شي مدم أنها كانت مشاركة في الجريمة اللي كانت وقعتش حال هادي يعني يقدر أنها تقصر راجلها هادي موالفة بهذا الشي دا كتعلاش البوليسي ما دار شي حاجي يقلب يعني ديالا ديان جوتا وشوية لنجوتا ديال المهديسة فقال هادي هي يصفتها الراجلها ولكن صدق غالط في هاد الشي ومراد البوليسي واحد الشخص اللي ما كيبغيش زعمه الناس يشوفوه ما كيديرش الخدمة دياله ولكن فارحتها هي مشات غالطة في واحد الحاجة حيش من التعامل كيفاش كتتعامل معه مراد البوليسي ما كتتعاملش معه بزيان وديجا قالت لي ان كنتوا ما كديروش خدمتكم كيف خاصها الدار وهو بقى في الحال قليها وش انت اللي غادي توريني خدمتي حيش هي شحال هادي فاش كان ميت لأب ديالها كانت عارفة بان مراد البوليسي هو اللي كان مكلف بالقاضية ديالها يعني ديال الأب ديالها وكانت كتمشيل عنده وكانك يقول لها راح لقينا يعني متورطين في القاضية وهو اللي قال لها بانها الزينب وغيتا وفتيحة وثيحة وكانت كتجيل عنده ولكن هي كانت كتدير الشعر ماشي بهاد الستيل وخا انه هو وخاها كاك فاش شافها قال لها ما عارض فين شفتك ولكن ما تتأكدش يعني فاش كانت كتش بشيل عنده وتم مصديقها ايفين جابوا واحد الشخص وقال لهم بانه هو اللي دار هاد الجريمة وزينب وصحاباتها خرجوا امورات حيدوا لي دياليك القاضية وعطوهم جليس تأديبي فرح يما في خبارات هاد شي كامل اللي كان واقع فاش رجعت لقات بان المينف تسد وهي كتقول بان مراد البوليسي راح متافق معاهم ديك ستعلاش مراد البوليسي كتدلي حتى هو المشاكل في الخدمة ديالو وكتبين البوليس اللي شاف عليه بانه ما كيدير حتى شي حاجة وهو مرضاش بهذا الشي هي فرح كي ما قلت لكم كتنتاقم واحد بواحد ما علينا شا صديقها اي بغيت غير نقول لكم بانه مهدي مهدي راح كينه في واحد البلاصة بعيدة وكين نيت في المغرب سعما ما خارش بره مغرب او لادي وخا عنده ذاك الأورو وذيك شي بغا غير يتلفهم في الفلوس يعني هو كاين في واحد البلاصة وكاين في واحد الزيل اللي ديالو تب ماكينه مخبي وصديقها ايش كلي كي يجيب لها للخبارات الصغيرة والكبيرة عندك فاتيحة هي اللي كتقول لها شنو طاري لحقش في نصديقها اي فاش تشدات زينب الحبس وخاها كاك فاتيحة فاش كانت كتقول لهم ش ديت لها محامية درت لها فعلت لها سخابات ما دارو شي مجهود حيش كل واحدة ومبرز طمع مشاكل ديالها غيتا مبرز طمع كريم سيها مبرز طمع خالدي ديال بغا غير تزوج فاتيحة ما عنده شي حاجة ما عنده شي مشكيل حنا لاحظنا بان فاتيحة وخاها كاك ما عنده هوالو عيش حياتها عادي كتدير اللي بغات بلاك سنابيل هو اللي كيحذرها وكيقول لها وكيرغبها باش ترجع ليه ولكن فاتيحة هي دارس الخطة ديالها مزيان هي الضيقاء اللي كتدي الخبارات كل شي المهدي وكتقول لي هاش نو طاري وهاش نو طاري وهير ما بغاتش زينب انها تخرج من الحبس من الحبس عفوا وخاها جدد لها داك المحامي قالت معارسة السيدة غادي تغرقها تغرق حتى لودنين لحقاش حتى شي واحد ما عارف بان الجوتة ماشي ديال المهدي يعني كل ما لقوش الجوتة ديال المهدي كان زينب غادي تبقى في الحبس هي تها كاملة كانت تبقى تماكينة وش كل اللي متافق مع تاني الخدامة لان الخدامة صديقائي من بعد ما غادي تخرج زينب من الحبس غادي تمشي اول حاجة شنو غادي تدير غادي تجري على زوبيدة من دار غادي تجري على الخدامة غادي تجيب فارح غادي تقول لي عافك واش تسكني معي في الدار فارح صافي غادي تصيب داك الشي كامل اللي هي باغا غادي تولي منفار دا مع الزينب غادي تدير داك الشي اللي باغا غادي تتاخد منها يعني الخبارات حياتية الغرض ديالها في زينب باش تخرج باش تقول لي هاش نو طرى بالضبط داك النهار حيات فارح هي ما عارفاش هاش نو طرى ولكن زينب غادي تدير فيها الطيقة وخما دارتش في الطبيبة النفسانية ديالها فاش تقول لي عودي ليا كتوصل حتى لدي كل نقطة وكتسكت ولكن فارح فاش غادي تشوفها بانا دارت معاها هادشي كامل وغادي تقول معا راسها هي بعيدة عليها أصلا وما كتحرفنيش وتشي حاجة ارى نعود لها نخفف هاد الحمل لي انا هزة ولكن غادي تصدق غرقات غير راسحة لان اصدقائي ديك السعافاش غادي تكون زينب تحكي لديك الشي كامل اللي طردك النهار غادي تكون فارح كتسجلها وبالداليل غادي تشدها يعني راه هزينب متورطة متورطة كيف ما تورطاتش في القتل ديال مهدي غادي تورط في القتل اللي دارتش حال هادي هي وصحابتها وخما ما قتلوش ولكن شاركو شارفو عشانو طردك النهار وما هضرو وما تكلمو يعني مشاركات شو ديك الشي كامل اللي وقع فارح اصدقائي من بعد صافي ما غادي تاخد دكشي لي هي باغا غادي تميل دا بالمهدي مهدي غادي تبغي تجبدو فين كاين حتى هو باش يخلص وفارح اصدقائي هي اللي غادي تكتشف لان من بعد ما غادي تدوز الفاتحة حتى هي باش تنتاقم منها غادي تكتشف بان فاتحة فيها تخلوض فيها شي حويش كديرهم ما سيقنش لها صحابتها الخبار غادي تولي تراقبها لانا هي دا باش فينا بانا دازت الزينب دازت الغيطة صفتت لها كاريم دازت السيها مكتصوني لها وتقطع من بعد غادي تولي تهددها من بعد غادي تدوز الفاتحة فاتحة غادي تكتشف بان السيدة مخلوضة في كل شي لف الخدمة ديالها عندها تخلوض لف الحياة ديالها لف كل شي فاتحة اهم حاجة عندها هي الفلوس طماعة 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 بزاف عليك ما بغتش تطلق من نابيل باش يطلقها باش تاخد ليها النص في كل شي في الدار في الماحل في كل شي وخا هو مدهر حتي شي حاجة ونقوله قاع السيد خانها نقوله قاع ان السياد اللي قات عنده تصور وهي فاش كانت كتخونه مع مهدي ما شفت شراسها فاش السيدة كانت كتتقرب من مهدي وهو اللي رفضها مهدي هدي كما غديش نسميها خيانة يعني دالل بان فاتحة انسانة غدارة وفارح هي اللي غدي تكتشف بان عندها علاقة مع مهدي وهي صديقاء اللي غدي تكتشف فارح المكان ديال مهدي هي اللي غدي تقولها البوليس غدي جبدوها صديقائي غدي القاوه في الفيلة دياله تما كينه تما فين غدي يجيبوه ولكن من بعدها غدي يستندقوه مع حميد الشيفور غدي يستندقوه مع الخدامة غدي يستندقوه معهم كاملين هدو كاملين اللي كانوا كيقولوا زينة بيقدر قتلات يقدر قتلات يعني غادي يقدروا غادي يشكوا فيهم هما اللولين ويما صدقاء اعطتكم بعض احداث مسلسل مختفي لعندو احداث توقعات تخليمنا في تعليق لا تنسونيش بلاي لايك وبسلام عليكم